فضلت العلمة ماذا عن ملبس النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يلبسه والألوان التي كان يحب أن يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الألوان إليه البيض وبيّن فضله وقال خير ملابسكم البيض صلوا فيها جماعكم وكفنوا فيها موتاكم ولم يكن هو ينسج له لباس خاص به أو له يخاط له شيء خاص به بل كان يلبس أي لباس فيكون على قدره وهذه معجزة إذا أهدي إليه لباس طويل يلبسه يكون على قدره وإذا أهدي إليه كذلك لباس ضيق فيكون على قدره ومن ذلك الجبة الرومية التي كان يلبسها يروميا من الشام ولكنها كانت ضيقة فلم يستطيع أن يخرج من هذا راعه ليصله للوضوء فأدخله وأخرجه من تحتها حتى غسله كما في غزو التبو وكان يلبس البرود وهي ملابسه اليمن المخططة التي فيها خط أبيض وخط آخر إما أغبر أو أحمر أو أصفر وكان يلبس جبة حمراء أيضا كما قال الجابر ما رأيته من ذي لمة السوداء في جبة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بن قيم المقصود بالحمراء ليس الحمراء عندنا بل المقصود بها ما يشبه لون الحمراء مثل العنابي ونحف ذلك الألوان النعم التي ليست فاقعة وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس يلبس الملابس العرب الأصلية مثلا الرداء والإزار إزارة والرداء هذا اللباس أبينا إبراهيم عليه السلام وهو أفضل الملابس ثم بعد ذلك كان يلبس ما أهدي إليه وقد أهديت إليه سراويل فلبسها وكان أيضا ينتعله بالنعالة التي هي من جلد الحيوانات وأهدي إليه خفان أهداه من مصر السودوان فلبسهما وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في الفراش يحب الفراش اللين الذي ليس فيه رياء ولا كان يجلس على قطيفة حمراء وهي التي وضعت له في قبله بأبيه وامن صلى الله عليه وسلم وحج على رحل خلاق قديم وعلى قطيفة حمراء لا تساوي أربعة دراهم سعرها أربعة دراهم كان يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمع وكانت له قبة تبنى له في أسفاره قبة من الشعر أو من الصوف يستظل بها يعني؟ نعم تبنى له تسر يبيت فيها مثلا ويستظل بها شكرا للمشاهدة